بعد إعادة الأمن والأمان لمدينة كسب وطرد العسابات الإرهابية المسلحة منها وتخريبهم للبنى التحتية قام القص هارتيون سليم رئيس طائفة الأرمن في الجمهورية العربية السورية بزيارة تفقدية لمدينة كسب للإطلاع على احتياجات المواطنين والمدينة بالحقيقة لقد قمنا بجولة ميدانية إلى منطقة كسب وزرنا الكنائس الأرمنية والأندية والمركز الثقافي الأرمني والمدرسة وبنفس الوقت المنازل يلي كانت مكان خراب ودمار شامل نحن اليوم بدنا نرجع بدنا نقول أنه نحن رجعين وإن شاء الله بدنا نرجع نعمر بشكل أحسن لأنه نحن بحياتنا اليومية والاجتماعية والدينية والثقافية دائما مسامحين ومسالمين ولكن الله العادل والقادر على كل شيء بيعرف أنه قامت الوقت المناسب أنه يقدر يحاسبهم كل هدولة اللي هنن مش فقط إرهابيين هدولة أعداء سورية هدولة أعداء الإنسانية هدولة أعداء العروبة والوحدة الوطنية طبعا بهذه الزيارة رأينا ظلم فكرهم وظلاميته وأيضا رأينا جشع وحقد هؤلاء الإرهابيين التكثيريين على مراكز النور على مراكز الإشعاع على هذه الكنائس التي تشع نورا منذ زمن قديم نقول لهؤلاء الإرهابيين لن تستطيعوا أن تقتلوا الإيمان في قلوبنا نحن هنا نعيش فرحة الانتصار فرحة انتصار الجيش العربي السوري على أولئك الإرهابيين التكثيريين الذين عاشوا في الأرض فسادة نحن هنا مع أهلنا في كسب نعيش هذه الأفراح عدنا إلى كسب وانتصرنا على الأرض شكر الكبير لكل مواطن عربي السوري شريف رجع بلدة كسب والجيش العربي السوري اللي كان له الأياد البيضاء بعودة كسب عودة الأمان لكسب الانتصارات المتتالية جوهر عمل بواسلنا ووسيلتهم لتحقيق أهدافهم على كامل أراضي السورية والتحقيق النصر الكبير ووسيلتهم لتحقيق أهدافهم اشتركوا في القناة ووسيلتهم لتحقيق أهدافهم